خلي نخلي كل شيء في مكانه ونشتغل أن تأتي لجان مشتركة وأن تتعاون نعم يحصل وحصل ويحصل لا تتوقعون أن الأمر أنا أقدر أكذب على واحد وأرقع له ترقيع وأقول له هاي المطالب بسيطة هاي مسائل مو صعبة هاي كلها مسائل قابلة للتنفيذ زين لكن الحلول الأساسية لتخلينا نخرج من هذا الوضع الترقيعي إلى وضع نقدر أن فعلا نبني البلد ونعمره ونسويه بالإمكان العراق بلد ثري ومتمكن وعند قدرات لكن معطلة